مساء الخير اهلا وسهلا بكم احنا بنبدأ مع بعض دلوقتي اللايف بتاعنا في معادنا كل يوم سابت من تسعة لعشرة وموضوعنا اه عن الغفران النهاردة اه تالت لقاء او الجزء التالت وهنتكلم فيه عن اه اه التخلص من اه مشاعر المرارة والتخلص النتجة عن الاساءات القديمة او الازاءات القديمة اللي انا كنت اتعرضت لها انا بعتزر لكم ان الاسبوع اللي فات اه ما قدرتش هكون موجود كان عندي التزام شخصي فما قدرتش هكون موجود اه لكن بشكر الناس اللي متابعة واللي سألت على المعاد بتاع اللايف اه خلينا اقول ان احنا المرة الاولى والمرة التانية اتكلمنا عن مجموعة عناصر من الموضوع بتاعنا عن الغفران اول حاجة اتكلمنا عن مسلس العلاقات وتاني نقطة اتكلمنا عن انواع الجروح اللي بنتعرض لها نمرة تلاتة اتكلمنا عن اه كيف تتكون الجروح او ميكانيزم تكوين الجروح جوة نفسنا نمرة اربعة اه اتكلمنا عن الردود الافعال بتاعتنا تجاه الجروح كل واحد بياخد اه شكل معين من الردود الافعال وطبعا من ضمن الردود الافعال اللي احنا محتاجين نتعلمها وتبقى موجود عندنا اه رد فعلنا انه يبقى اه غفران تجاه المرارة او تجاه الازاء او الاساء اللي اتعرضنا لها ورقم ستة تكلمنا لماذا الغفران ليه محتاجين اه نخفر واضحنا في الجزئية دي يمكن النقطة الخاصة بيحصل لنا ايه لما مش بنخفر وكاننا عايزين نشجع نفسنا ونفكر نفسنا بالاثار السيئة اللي احنا بنعيش فيها لما ما بنخفرش ورقم اه سبعة بدأنا نتكلم على بقى ما هو الغفران وفي الاخر اه اخر اللقاء المرة اللي فاتت اه جبنا بشكل سريع كده المسل بتاع المديونين اه اللي كان اه سيد المسيح اتكلم فيه مع بطرس رسول لما سألوا المفروض ان انا اخفر لاخويا كام مرة واتفقنا المرة اللي فاتت ان فيه هومورك بسيط كده محتاجين ان احنا اه نعملو وطلبت من حضراتكم ان احنا ناخدو زي تدريب لغاية اللقاء اللي جاي اه لما تكلمنا على اه هجيب لكم التدريب دلوقتي حالا انا فكركم به لما قلنا كل واحد فينا محتاج يكتب عن الديون الشخصية بتاعته للسيد اه اللي هما العشر تلاف وزنة وبعدين ابدأ اتكلم عن ديون الاخرين ليا وكأني بعمل جرد للإساءات او الإزاءات اللي انا اتعرضت ليها والمواقف اللي انا تعبان منها من الناس وقلنا هنقارن ما بين رد فعل السيد المسيح معانا ورد فعلنا احنا مع العبيد رفقاءنا لما بيبقوا مديونين لنا الله بيعمل معايا ايه وانا كمان بعمل مع الشخص الاخر اه ايه بالزبط وقلنا ان احنا هنتكلم المرة دي عن المسل بتاع المديونين بشكل اه اكثر اه تفصيلا وبشكل نبدأ نفهم منه ايه هو الاساس بتاع الغفران اللي الكتاب عايزنا نمشي عليه زي ما قلنا في اول مرة خالص ان احنا موضوع الغفران هو موضوع نفسي وموضوع روحي مش هينفع ناخده من المنطلق النفسي بس لان محدش يقدر يخفر الاساءة او الاساءة اللي هو اتعرض لها بقدراته الشخصية اه او اه بامكانياته الشخصية لانها صفة الغفران هي صفة الهية مش موجودة في طبيعة البشر البشر يمكن التكوينة بتاعتهم بعد السكوت بقت اصبحت اه ان انا لازم ااخد بحقي واصبح اه ردود افعالنا تجاه الجروح مليانة بالغضب ومليانة بالقلم ومليانة بالغيز اللي بيكون مرارة واللي بتدفعنا المرارة دي وجودها جوانا بتدفعنا ان احنا ننتقم او ناخد ردود افعال اه وكأنها تشفي الغليل اللي موجود اه جوانا ودي ردود افعال الانسان بعد السكوت لكن في الحقيقة رد الفعل المسيحي اللي الله عايزنا نعمله هو مبني على نعمة الغفران اللي الله بيده لنا وعشان كده بنقول انها صفة الهية مش صفة انسانية مش هنقدر نعملها بامكانياتنا اه الشخصية او بقدراتنا الانسانية لكن بنحتاج فيها نعمة ربنا وعشان كده اتكلمنا عن اه المثل اه المثل الكتابي بيوضح لنا الاساس الروحي والافكار الروحية للمفروض تبقى موجودة جوانا اللي تقنعنا وتشجعنا ان احنا محتاجين ناخد كلنا الخطوات بتاعة الغفران تجاه اللي بيسيقوا الينا عشان نعرف نعيش مرتحين فقلنا الاساس بتاعنا اساس نفسي واساس روحي اساس نفسي لان انا بفضل تعبان طول ما انا متمرر وطول ما انا مش غافر والاساس الروحي ان دي وصية وان الله نفسه الزمنا بوسية الغفران من اجل راحتنا ومن اجل سلامنا احنا الداخلي ومن اجل سلام علاقتنا بيه كمان هنبدأ نمشي على المثل خطوة خطوة بالراحة ونبدأ نفكر فيه ونطبقه على نفسنا وعلى حياتنا وعلى اللي بيحصل معنا سيد المسيح وهو بيكلم بوتروس في متة 18 والتلاميذ قال لهم يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قدم اليه واحد مديون بعشر تلاف وزنة انا اتمسكت مديون بعشر تلاف وزنة وده رقم ضخم جدا 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 المفروض ان انا مديون بيه للسيد طبعا الخطوية بعد السقوط مفيش حاجة تقدر توفيها ومفيش حاجة تقدر تخلصني منها لانه حمل سقيل جدا 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 مفيش حد ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ولا رئيس انبياء ولا اي حد قدر يخلص الانسان من خطيطه ازا الدين اللي انا مديون بيه محدش يقدر يخلصه الجميع زاغوا وفسدوا واعوازهم مجد الله ليس من يفعل الصلاح ليس ولا واحد وكأن ببساطة الكتاب بيعلن بشكل واضح ان الدين بتاعي لله بعد السقوط وانا كمان مش مش حامل فقط خطيط ادم الخطيطة الاصلية الجدية وفقط لكن انا كمان بعمل خطايا يعني عشان ما نخشش في قضية آآ لهوتية ونتكلم في فكرة ان انا زنب ايه اشيل خطيط ادم خليني نقول انا مسؤول عن خطيايا انا الشخصية اللي انا شخصيا واعت فيها كتاب بيكمل بيقول واز لم يكن له ما يوفي يعني انا ما عنديش حاجة توفي هذا الدين امر سيده ان يباع هو وامرأته واولاده وكل ما له ويوفي الدين طبعا هنا امر الملك او امر السيد ان الانسان يتباع هو الانسان المديون يتباع هو وامرأته واولاده وكل ما له ويوفي الدين هو في الحقيقة حتى لما الانسان ده يتباع هو وكل ما يملك برضو مش هيوفي الدين في الحقيقة هيظل الإنسان مديون لله بالعشر تلاف وزنة لأخاتهم وهنا العشر تلاف وزنة يمكن الأباء فصروا قالوا إن رقم عشرة هنا بيرمز للعشر وصايا وكأن الإنسان أخطأ في حق الله بعدم إتمامه للنموذ بتاع الوصايا وأولها وصية المحبة لله وللإنسان والقريب كنفسي زي ما الكتاب كان بيقول فأنا مهما عملت مش هقدر أوفي نموذ الله المطلوب مني مش هقدر أنفذ كل الوصايا مين مننا يقدر ينفذ كل الوصايا عشان فيه ناس ممكن تقول أنا مش بعمل خطايا كتير أو أن أنا مش عايش يعني في ظلمة رهيبة للدرجاتي لكن الناس بتغلط فيها أكتر ما أنا بغلط في أي حد وأنا مش بغلط في أي حد أصلا القصة مش قصة أنا بغلط وأنا بغلطش القصة قصة مين مننا يقدر يتمم نموذ الوصايا كامل ويتمم الوصايا العشر كامل ويتمم كل الوصايا الكتابية بشكل كامل بدون ما يغلط فيها مفيش مفيش حد قدر يعمل كده ولا في العهد القديم ولا في العهد الجديد الجميع زاغوا وفسدوا وأعوذهم مجد الله ليس من يفعل الصلاح ليس ولا واحد إذن أنا علي حكم إن أنا مهما عملت ومهما جاهدت وهنا لما اتبع عنا وامراتي وولادي وكل ما له وهنا كتاب عايز يقول إن حتى أنا بكل وزناتي وكل مواهبي لله مدهاني فكرة امرأته وأولاده وكل ما له مهما جاهدت ومهما عملت ومهما أصمرت في حياتي بقدراتي الشخصية وجهاد الشخصي إن أنا أتمم النموس وإن أنا أنفس كل الوصايا المطلوبة مني مستحيل أقدر أوفي الدين اللي علي لله اللي حصل هنا لما تحكم على هذا العبد بالسجن المؤبد أو بالموت لأنه مستحيل يقدر يوفي هذا الدين فخر العبد وسجد له كائلا الإنسان هنا طلب سجد وركع تحت رجلين الله وقال له يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع في كتير مننا متخيلين إن لو ربنا أدنا فرصة هنعرف نسدد الدين اللي علينا في الحقيقة مهما أخدنا فرص إحنا مش هنقدر نسدد ومش هنقدر نلتزم ومن التأملات الجميلة للناس اللي متخيلين إن هم بيقدروا ينفزوا كل حاجة وعايشين في حياة فيها بر أو عندهم بر شخصي بشكل أو بآخر من التأملات الأباقية الجميلة إن أنا أمسك العشر وصايا وأبدأ أشوف كل وصية منهم أنا جاهدت فيها لغاية فين هل أنا بحب ربنا فعلا هل أنا بحب قريبي فعلا من كل قلبي هل أنا بحب قريبي اللي مش بيحبني هل أنا فعلا بكرم أبويا وأمي طول الوقت هل أنا بعرف أسدد كل الوصايا اللي موجودة ونبدأ نمسك وصية وصية ونتأمل ونشوف قد إيه إحنا مقصرين في حق الله وفي حق الوصايا اللي علينا فأوعى تفتكر وأنا كمان بفكر نفسي أوعى برسوم تفتكر إن مهما ربنا أدي لك فرصة إن إنت هتقدر تنفذ أو هتقدر توفي الدين اللي عليك في الحقيقة هنعيش عمرنا كله مش هنقدر نلتزم بالوصايا كلها لكن الله من حب ومن حنانه لما شاف الإنسان في حالة زل وشافه واقع تحت الخطيئة وشافه فقد صورته الأولى اللي هو كان خلقه عليها الله هنا تحنن من فرط حبه ومن فرط حنانه تحنن على الإنسان بفكرة الخلاص وبفكرة التجسد إن ينزل نفسه يشيل خطيته عشان يدي للإنسان البر بتاعه زي ما إحنا بنصلي في التسبحة هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له لأن ببساطة إحنا ما عندناش بر نقدر نقدر نقدمه لله وما نقدرش نتم من نموس الوصايا كامل لكن الله هو جه أخذ الخطيئة بتاعتنا حطها على راسه على خشبة الصليب وإدانا مكانها البر الشخصي بتاعه عشان يقدر يوفي الدين اللي علينا هنا في المثل تحمنا نسيد ذلك العبد وقلنا ده أول فعل الله بيعمله معنا في غفرانه لخطيتنا إحنا وفي الخلاص المجاني والنعمة المجانية إلا الله بيدها لنا واحد فعل التحنن فتحنن سيد ذلك العبد تاني فعل وأطلقه يعني بدلا ما أنا كنت محكوم علي أخذت حكم بالإفراج إطلاق اتفضل أنت معاليكش حاجة أنت مش مديون نمرة ثلاثة ترك له الدين يعني بيقول له أنت مش عليك حاجة أنت أخذت النعمة وأخذت الخلاص وأخذت الغفران بدون ما تدفع ولا ما لي العشر تلاف وزنة اللي أنت أخذتهم دي نعمة مجانية الله بيدها لك علشان تبدأ تمارس بيها فعل الحب مع الآخرين زي ما أنا حبيتك أنت هتحب إخواتك يبقى هنا بشكل تفصيلي في خطوات عملية لغفران الله لنا واحد تحنن اتنين أطلقه ثلاثة ترك له الدين وكأن كده الغفران هما ثلاث خطوات واحد التحنن اتنين اطلاق ثلاثة ترك الدين لما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار هنا العبد بقى أنا خرجت بعد ما أخذت هذا الخلاص في المعمودية وبستمتع بيه كمان كل يوم في سر الاعتراف لما بغلط ويتكون علي دين جديد أروح أعترف الله يخفره علي وكأن الغفران موجود مجانا يوميا طول الوقت باب التوبة مفتوح إذن الغفران ممنوح طول ما أنا بتوب طول ما أنا بستمتع بغفران الله ليا بمعادلة بسيطة جدا أنا بقى خرجت أخويا بقى طلع مديون علي أخويا أزاني أخويا دايقني أخويا شتمني أخويا ظلمني أخويا أو أبويا أو أختي أو أمي أو صديقي أو مديري أو زميلي أو جاري أو عدوي حتى أيا كان الإنسان اللي معايا المفروض في جسد المسيح اللي بيوجه لي إساءة أو بيوجه لي إذاء من أي نوع لما خرجت من محضر السيد وأنا مستمتع بهذا الغفران وأنا لسه واخد إطلاق واخد تحمل واخد عدم مطالبة بالدين مسكت واحد من العبيد رفقائي كان مديون ليا بمئة دينار والسؤال هنا فكرة المئة دينار مقارنة بالعشر تلاف وزنة اللي أنا كنت أخدها من السيد ده مبلغ كبير جدا 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 وده مبلغ صغير جدا جدا والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو أنا سلفت العبد إزاي مئة دينار وهو غالبا أنا معايش فلوس أصلا ده أنا كل اللي عندي هو أصلا من السيد لما كون أنا مستلف من البنك عشر تلاف جنيه وجيت تقديت مئة جنيه لواحد إذن مصدر المئة جنيه اللي أنا أديتها لأخويا أو لرفيقي أو لزميلي جيبتها منين؟ ما أنا جايبها من السيد أصلا وكأنها مش بتاعتي وكأنها المفروض العطاية اللي أنا بديها للآخرين أو الحب اللي أنا هقدمه للآخرين أو الحاجة اللي الآخر مديون ليا بيها هي أساسا مش من عندي هي من نعم الله وهي من العطاية اللي الله مدهاني من الدين الأصلي اللي الله بيدهوني وكأن هنا المفروض أن الله بيديني محبة وغفران وده حاجة حجمها كبير جدا جدا وانا المفروض من هذا الغفران ومن هذا الحب ومن هذه العطاية ومن هذه النعم المفروض ان انا بقدم للعبيد رفقائي او بقدم لاخواتي في حياتي سواء اللي كانوا اللي عايشين معايا او اللي عايشين بعيد عني او ايا كان صلتي بيهم فهنا انا المفروض من المنطلق المنطقي كده ان انا لما الميت جنيه اللي انا اديتها لاخويا لما اجا طلبه بيها وهو ما يبقاش معايا ان هو يدهوني المفروض ان انا ببساطة بسيبه زي ما السيد بتاعي سبني لان انا اساسا اديت لزميلي او لاخويا من اصل الدين اللي انا واخده من السيد وكأن انا مش بدي حاجة من عندي عشان لما هو ما يسدتش انا امسك في عنقه زي ما الكتاب بقى قال في المثل رد فعل العبد هنا اللي هو رد فعلي ورد فعلك قدام الاساءات فامسكه واخذ بعنقه قائلا اوفني ما عليك يعني مسك فيه ومسك في عنقه ومش عايز يسيبه عايز يسجنه وقال له اوفني ما عليك مش هسيبك الا لما ااخد حقي منك رد فعل زميلي اللي هو العبد رفيقي فخرى العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلا تمهل علي فاوفيك الجميع وده نفس رد الفعل اللي انا اخدته مع الله لما امسكني وانا مديون رد فعل العبد هنا اللي هو انا فلم يرد يعني ما ارضتش ما وفقتش بل مضى وقاه في سجن حتى يوفى الدين او حتى يوفى الدين رد فعل هنا مختلف عن رد فعل السيد معايا تماما زي ما قلنا العشر تلاف وزنة اللي انا اخدتهم من الله وكأن بعض التفاسير بتقول ان دول وكأنهم يساووا ستين مليون دينار والعبد اللي هو العبد رفيقي المديون ليا وكأنه مديون ليا بمئة دينار فقط فلما نجي نقارن ستين مليون دينار بمئة دينار وكأن ستين مليون جنيه مقارنة بمئة جنيه يعتبر ولا حاجة لما اجي اقيس الاساءة اللي حصلت من اخويا ليا مقارنة بحجم الدين اللي علي انا لله هلاقي مفيش اي مقارنة مهما كان الفعل اللي اتعامل فيا كبير وضخم ومؤلم مش هيجي حاجة ومش هيساوي شيء جنب حكم الموت اللي كان موجود علي لان زي ما الكتاب وضح ان انا لو اتبعت انا ومراتي واولادي وكل مالية مش هقدر اوفي الدين برضو اللي علي رد المقارنة ما بين رد فعل السيد معايا ورد فعلي انا مع العبد زميلي السيد تحنن علي الله بيتحنن علي في خطيتي لكن انا بقصو على اخويا فلم يرد الله اطلقني حرا اداني حرية ومرضاش ينفس فيا الحكم لكن رد فعلي انا مع اخويا بمسك فعونكو وبسجنو رد فعلي الله معايا التالت انه سدد لي كل الدين وما طلبنيش باي حاجة لكن رد فعلي انا مع اخويا ان انا بطلبه بالدين وبمسك فيه ولازم اخد حق منه ولازم انطقم منه في الحقيقة المقارنة دي بتنفعنا زي ما احنا اخذنا الهومورك من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده لما بقان الرد فعلي الله معايا برد فعلي مع اخويا بتبان جدا جدا ان انا مش برحم زي ما انا ترحمت مش بحب زي ما الله حبني مش بستمتع مش بخلي اخويا يستمتع بغفراني لي زي ما الله بيمتعني وانا المفروض اكون بستمتع بغفران الله لي وعشان كده الله لما قال لنا لما تيجو تصلوا لازم تقولوا واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن ايضا للمزنبين الينا وكأن الله عايز يفكرني كل يوم في كل صلاة وانا بصليها ان انا بقول له يا رب اغفر لي لان انا كمان بسمع كلامك وبغفر لاخويا زي احدى القصص الابائية الجميلة اه اه سوري ما هي مش قصة بقية قصة احد الاباء حكاها ان حد كان حد من الاباء كان بيحاول يصالح ما بين اتنين ولانه هم متخصمين ومعرفش يعمل معهم حاجة فقال لهم يلا نصلي ولو هو بيصلي ابانا الازي في السماوات راح جي عند الجملة بتاعت واخفر لنا زنوبنا وقال له لا تخفر لنا زنوبنا لاننا نحن لا نخفر للمزنبين اليه فاحنا مش هنقدر نقف نصلي هزيه الصلاة ومش هنقدر نقف قدام الله وهتفضل صلواتنا معاقة زي ما تكلمنا الاسبوع اللي فاتت طول ما احنا واقفين عند حتة الغفران وعشان كده زي ما قلنا الكنيسة دايما بتقول لنا خلي بالك ان انت محتاج قبل ما تيجي تتناول وقبل ما تيجي تقدم كربانك على المسبح لازم تروح تصطلح مع اخيك اولا ولازم تحاول تعمل اللي عليك ناحيته طيب تعالوا نفصل الخطوات بتاعت الغفران احنا قلنا عندنا تلات خطوات تحنن اطلاق عدم مطالبة بالدين اول خطوة اللي هي خطوة التحنن احنا هنا وكأننا بنتكلم بقى عن تفاصيل الغفران انا عايز اخفر 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 ازاي يلا تعالوا نمشي تلات خطوات دول مع بعض الخطوة الاولى اللي هو التحنن التحنن يعني ازهار الحنية يعني ازهار الحب يعني احشائي تأن بالحب وتطرح حب على من يسيء اليها طب يا رب دي نعملها ازاي دي ما نعرفش نعملها اه هي صعبة جدا لكن الفكرة زي ما قلنا في المرة اللي فاتت فيه اتجاه قلب انا المفروض ان انا اخدو المفروض ان اخويا لما يسيء اليها المفروض ان هو يسعب عليها لان الشخص المسيء هنا في الحقيقة هو شخص هو بعيد عن الله بعيد عن الوصية واضح ان هو في حالة عدم توبة لان خلي بالك كده انت نفسك لما بتكون في حالة توبة ولما بتكون متصالح مع نفسك ومع الله انت غالبا مش بتدايق حد غالبا بتبقى عايش بسلاسة وبسلام وبتقدم حب لكل اللي حواليك تعالوا في لحظة تانية انت ضعيف فيها تلاقي نفسك غالبا مش عارف تقدم حب لحد بتتخلق بسهولة تلاقي نفسك مش عارف تتصرف صح تلاقي نفسك مش ملتزم بالوصية مية في المية تلاقي نفسك بتغلط كتير تلاقي نفسك بتزعل ناس كتير منك وانت مش ياخد بالك فهنا الشخص المخطئ اللي بيغلط فخوه هو شخص في الحقيقة في حالة ضعف نفسي وحالة ضعف روحي يمكن يزهر قدامنا الشخص اللي بيسيق لنا ان هو جبار او ان هو متعب او ان هو مؤذي او ان هو قاصد او 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 فعلا ممكن يكون قاصد وممكن يكون مش قاصد ممكن يكون بيعمل كده بنوع من الجبروت او القصوة لكن في النهاية حتى المتجبر وحتى الشخص القاصي هو فعليا في حالة ضعف روحي وهو فعلا في حالة ضعف نفسي وعشان كده بياخد هذه الخطوات الصعبة تجاهي وعشان كده انا في كل الاحوال لازم اتحنن ولازم يبقى عندي اتجاه حب ناحية الاشخاص اللي بيسيق ليا سواء اساءات قديمة او اساءات لازالت بتحصل طب انا مش عارف اتحنن يعني انا اول خطوة دي صعبة جدا علي يعني انت بتقول خطوات الغفران التحنن اطلاق عدم مطالبة بالدين طب انا التحنن ده صعب لان الشخص بيقزيني ازاي الشخص بيبقى بيقزيني وانا تحنن عليه ده شيء صعب جدا وشيء فعلا ضد طبيعة الانسانية خلي بالك في شوية اسباب نفسية وشوية حاجات روحية ممكن تكون هي اللي معطلاني ان انا اظهر فعل التحنن او ان انا يبقى اتجاه اتجاه حب ناحية الاخر زي ايه زي مثلا لو انا عندي صغر نفسي او لو انا عندي قلة ثقة بنفسي او لو انا عندي ضعف داخلي جديد انا كمان نفسي ابقى بعرف اخد حقي نفسي مسكتش عن حقي نفسي ابقى برد على اللي قدامي انا سكت كتير مش عايز ازا اسكت تاني احساسي بصغر النفس واحساسي بان انا ضعيف واحساسي ان انا نفسي اثبت نفسي ونفسي يبقى ابقى واصق من نفسي بيخليني اتجرح بزيادة اولا لما لما حدي يسيق لي او حدي زيني ده بيجرحني جدا 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 وهنا صغر النفس اللي عندي وكأنه وكأنه جمر نار كده بيوسع في الجرح اللي حصل جواي فده بيخليني مش عارف اظهر حب لان انا ملبوخ بنفسي انا موجوع جدا وتلبخت في نفسي وتضاف الاساء اللي جاتلي على اساءات قديمة تانية حفرة في نفسيتي صغر نفس ومخلييني حاسس ان انا ضعيف جدا 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 ومش قابل اللي بيحصل لي تحت اي حال من الاحوال ونفسي اكون اقوى من كده خلي بالكم هنا كلها احاسيس نفسية صغر النفس بيحشرني فيها وبيحوتني فيها فبلاقي نفسي حشارة كده في شوية مشاعر زيادة تزود المرارة وتزود الجرح اللي موجود جواي فده بيمنعني ان انا حب ده بيمنعني ان انا تحنن لكن الشخص المتضع حلها ايه بقى انحلها ازاي احل صغر النفس ده ازاي احله عن طريق الاتضاع لان الشخص المتضع في الحقيقة هو عارف ان هو ضعيف لكن قوي بنعمة ربنا بيقبل الاساءة مش بنوع من صغر النفس لكن بيقبل الاساءة بنوع من قبول الاهانة من اجل الله انا هاحتملك من اجل المسيح لكن انا عارف ارد عليه كويس عنده ثقة بالنفس كافية لكن الشخص الضعيف نفسيا اللي عنده صغر نفس بيتجرح ويتوجع بطريقة تمنعه ان يتحنن وتمنعه ان هو يحب اللي قدامه سبب تاني يخليني مش بتحنن ويخليني مش بقدر احب النفسيات الهشة النفسيات الضعيفة النفسيات الحساسة جدا النفسيات اللي بتبدل تكتر في القلم النفسيات اللي عايشة في دور الضحية النفسيات اللي صعبان عليها نفسها النفوس الضعيفة جدا جدا الهشة جدا البعيدة عن الله اللي مش بتاخد قوة من وجود الله فيها اللي مش بتاخد قوة من خلال علاقتها مع الله بتبقى في الحقيقة في حالة ضعف فتيجي تترمي عليها طوبة تتكسر بسهولة ولما بتتكسر مش بتقدر بقى تقوم وتقف على رجليها وتقدم فعل حب للشخص اللي بيئزيني هقدم منين حب وانا اساسا ضعيف وانا اساسا مكسور زي بسمع كتير في الجلسات المشورة ناس تقول لي انا اقدم حب منين انا ما دقتش الحب اصلا نفسيتي ضعيفة جدا مش شبعانة بالمسيح مش شبعانة بالله عند احتياجات نفسية كتير غير مسددة في نيجز كتير جوايا حاسس بيها طول الوقت بطريقة بتخليني زي البسكوتة كده او زي الورقة الضعيفة اللي اي شوية ريح تيجي عليها تبدأ تطير او تكسرها او تخليني مش قادر اقف على رجلي زي ما قلنا حل النفسية الهاشة دي ان انا اشتغل على النموة بتاعي بشكل عام اشتغل على العلبتي بالله بشكل عام اللي فعلا بيدي قوة للنفس لان فعلا الله هو اللي بيدي القوة مش من الانسان وفعلا فعل الحب وفعل الحنية مش هيجي غير من نفس متضعة مسكة في المسيح جدا جدا دي اللي قلبها يبدأ ينبط بالحب ودي اللي فعلا روح الله يبدأ يرمي جواها حب وسلام وهدوء وتبدأ سمار الروح تبان عليها بطريقة تظهر فعل التحمن بمنتهى السهولة من غير جهاد صعبة او من غير معافرة مع نفسي صعبة ببساطة روح الله ساكن فيها بيديني السمار بتاعته محبة فرح سلام هدوء تعفف كل سمار الروح الكدس موجودة جوايا فانا بقدر اقدم الحب واقدر اقدم الحنية واحشائي فعلا تحن بكل حب على الشخص اللي بيقزيني يجي الشخص يشتمني فانا يصعب علي هرد اقول له ايه ده ربنا يعينه على نفسه دي النفوس المتضعة الهدية الوديعة اللي بتقدر تتحنن بسهولة لكن فعلا النفوس اللي متمررة من اساءات كتير النفوس اللي عندها احساس بصغر النفس دائم النفوس الهشة والحساسة جدا بطريقة ما فياش اي قوة روحية ولا قوة نفسية بتضعف بسهولة قدام اقل اساءة بتحصلها نقطة تانية بتعطلني برضو عن فعل التحنن هو الصور المشوهة عن الله الشخص اللي عارف يعني ايه ربنا وعارف يعني ايه غفران ودايق يعني ايه حب الله ودايق يعني ايه فرح وسلام الروح الكدس فعلا بيقدر يطلع من جوا حب بسهولة لكن في كتير مننا مش فاهمين ربنا مش فاهمين الخلاص مش فاهمين الغفران فببدأ على طول افرق اول محد يدايقني اقول اه ها ربنا دلوقتي هيطالبني بقى لازم اخفر له زي ما هو بيخفر لي طب انا مش مستحمل طب انا زن بايه طب انا هفضل طول عمري يعايش مددس علي فكر بسيط فكر محدود مفهوش اه اه رؤية لصفات الله ليا مفهوش فهم اه منظومة الحب ومنظومة المحبة اللي الله بيعيشني فيها ودا اللي بيخليني اه متعطل عن ان انا افهم طبيعة الله وافهم طبيعة الحب وبالدالي مقدرش اقدم حب زي الاب زي الاب اللي ييجي يقول لولاده الاتنين لما يبقوا متخنقين مع بعض مش هنوعد مع بعض على صفرة واحدة الا لما تصلحوا بعض فييجي هنا الطفل اللي اتضرب مثلا ييجي يقول للبابا اصلا انت ما شفتش هو عمل فيه ايه انت ما شفتش هو ضربني ازاي انه ما شفتش هو بيستفي ازاي ازاي فهنا الله يبدأ يبتسم ولما الله يبتسم بالحب على اللغة البسيطة اللي ابنه بيتكلم بيها وهو عارف ان هو موقف بسيط وهيعدي وانتو المفروض تقدموا محبة لبعض ودي شوية مشاكسات هتحصل هتحصل لكن في حاجة اكبر من كده هي اللي احنا محتاجين نحافظ عليها اللي هي المحبة اللي ابتسامة دي يا الله لما الاب لما هيبصها الابن هيبص لها لابنه الصغير اللي اتضرب وجاي بيشتكي ومنزرزر كده وتعبان هتلاقي الابن الداي انت كمان يا بابا بتضحك انت مش عارف ايه انت المفروض تاخد لي حقي انت المفروض تعمل كذا الاب هنا عارف هيعمل ايه مع هزا الطفل اللي اتأذى وعارف هيعمل ايه مع الطفل المؤذي اللي ممكن يكون لسه وقت افتقاده مجاش لكن مطلوب من اخوه انه يحتمله ومطلوب من اخوه انه يكمل في اتجاه الحب ويكملوا لعب مع بعض ويكملوا حياة مع بعض والحياة استمر شوية كده وشوية كده ونغلط في بعض ونسامح ببعض لغاية ما يبدأ اللي اتنين يكبروا ويبدأ اللي اتنين يقدموا حب صادق لبعض من خلال تمتعهم بالحب اللي ابوهم بيدي لكل واحد فيهم والاتجاهات الحلوة اللي بيعلمها ليهم فاحنا ساعات كتير عدم فهمنا لابتسامة الله لنا واحنا مجرحين عدم فهمنا لصمت الله لنا اثناء حدوث القلم او اثناء مرورنا بالتجربة او الاساءة اللي بنتعرض لها عدم فهمنا لصمت الله او عدم فهمنا ليه الله سامح بداه والاسئلة الوجودية الكتير بقى اللي بتبقى موجودة جوانا اللي هو ليه ربنا سابني اتعذب ليه ربنا كان عارف وشايف وساكت ليه ربنا ساكت ما بيتكلمش ليه ربنا سايبنا تظلم ومش بيدفع عني ليه 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 اسئلة ليه الكتيرة دي خالص بتبقى طالعة من القلب الموجوع الله بيسمع هنا وبيبقى متقلم لقلمي وفي نفس الوقت بيبتسم ابتسامة الاب اللي عارف ان انا هفهم في يوم من الايام وهيقدر يوصل لي ده في يوم من الايام وبيبقى عايزنا نصك فيه ونصك في وصيته ونصك في صلاحه ونصك في ان اللي هو بيطلبه مننا هو لصالحنا احنا في الاخر ونحتمل التجربة بنوع من الشكر وبنوع من الحب اللي هيريحنا احنا قبل ما يريح الاخر وهو بيستقبل هذه المسامحة او هذا الغفران فهنا عدم فهمنا لصفات الله بيعطلنا وجود صور مشوهة عن الله بيعطلنا ان احنا نظهر فعل التحنن للاخرين رقم اربعة في الحاجات اللي بتعطلنا ان احنا نقدر نقوم بخطوة التحنن القلب الحجري القلب الحجري اللي هو القلب المتقصي بالخطية او المتقصي بالبعد عن الله الانسان البعيد عن الله بيبقى قلبه فعلا مع الوقت بيبقى زي الحجر لكن الانسان اللي ساكن في قلبه الله بيلين قلبه باستمرار زي ما الكتاب قال ان الله بيدينا قلوب لحمية ويبدأ القلوب اللحمية دي الروح الكدس هو اللي يدي نعمة تنفيذ الوصية جواها فالعهد القديم كانت الوصية مكتوبة على الواح حجر لان ما كانش الروح الكدس ساكن في الانسان لكن في العهد الجديد الروح الكدس بقى ساكن في الانسان فيغير طبيعة القلب وعشان كده بنقول الغفران نعمة طبيعة القلب تتغير وتصبح بدل ما هي طبيعة حجرية تبقى طبيعة لحمية والطبيعة اللحمية هنا تبقى لينة لعمل الروح الكدس يبدأ الروح الكدس هو اللي يكتب على القلب الوصية وصية وصية ويدي مع كل وصية نعمة للتنفيذ بتاعها فيصبح الانسان هنا قادر على تنفيذ الوصية قادر على تقديم الحب قادر على تقديم فعل التحنن لاخوه اللي بيغلط فيه مش بالشطارة الشخصية بتاعت الشخص ولا بقدراته لكن بنعمة الله اللي سكنت فيه بالروح الكدس اللي قاعد فيه باستمرار كنعمة لا تفارقه طول حياته وتفضل موجودة جوه القلب بتدي نعمة لتنفيذ الوصية يبقى فعل التحنن بيعطلني عنه المفروض احنا قلنا الغفران هو التحنن اطلاق عدم مطالبة بالدين وقلنا فعل التحنن بتعطل عنه مش بعرف اعمله مش بعرف قدم حب لما بيكون نفسيتي صغيرة عندي صغر نفس او عدم ثقة بنفسي لما يكون نفسيتي هشة جدا جدا وضعيف نفسيا وروحيا وبعيد عن الله لما يكون عندي صور مشوهة عن الله ومش فاهم طبيعة الله كويس ومش فاهم صفاته ومش فاهم تعاملاته ولما يكون قلب القلب بتاعي قلب حجري مش قلب لحمي بسبب بعدي عن الله وبسبب سكنة الخطيئة او بسبب ان انا مش ماشي في طريق الله فيبدأ قلبي مرة مع مرة بسبب الخطيئة وبسبب الاساءات اللي انا بتعرض لها يبدأ قلبي يتقص كل ما بتعرض لاساءة والمرارة تبقى موجودة جوايا المرارة تعمل زي غلاف على القلب تخلي القلب مش قادر يحب وعمال بيغلي من كتر المرارة تيجي علي اساءة اخرى يبدأ القلب يغلي اكتر وتبدأ يتحط علي لير من القساوة وليير من الحجارة بسبب ردود الافعال النفسية اللي انا ببقى عايز اخدها من الانتقام والانتقام حتى لو انت قامت في مرة واخدت حقي انا بغلي اكتر واكتر ويبدأ قلبي يتقص اكتر واكتر ويتحول من القلب اللحمي في العهد الجديد يرجع يبقى قلب حجري مرة تانية وعشان كده وكأن كل مرة اخويا بيغلط فيه انا ببقى عندي طريقين يا اما اتحنن يا اما اتقص يا اما اعمل زي ما الله بيعمل معايا واتحنن على العبد رفيقي يا اما اقص عليه وعشان كده رد فعلنا الاولاني اول ما الاساءة بتحصل هو اتجاه قلب دائم جوايا انا باخد انهي رد فعل انا بتحنن ولا بقصو ممكن اه ممكن اتقلم ممكن اتوجع ممكن اتدايق كل دي مشاعر طبيعية الله مش بيحرمنا منها او مش بيزعل مننا لما بتحصل لس الفكرة رد فعلي بعد هذا الالم رد فعلي بعد هذا الوجع رد فعلي بعد هذا الشعور اللي فيه حزن او مدايقة نتيجة للتعارض للاساءة ايا كان نوعها رد فعلي بعد كده ايه بقف عند المرارة بقف عند التمسك بحقي بقف عند ان انا عايز اسجن الاخر وانتقم منه ولا بتحنن القصوة ولا التحنن وكل واحد بيختار موقفه يبقى دي اول خطوة في الغفران اللي هي خطوة التحنن نمرة اتنين خطوة الاطلاق خطوة الاطلاق هنا يعني انا بكرر مفضلش ماسك فخوية وحطه في السجن السجن هو هنا في الحقيقة هو سجن زهني سجن الافكار اللي انا بافضل اكرر ده اخد حقي مش من حقه يعمل كده افضل احكي القصة مليون مرة لمليون واحد افضل اعيد وزيد في الاساءة اللي حصلتلي افضل احكيها لكل اللي قابلني افضل اقولها جوة دماغي ولما دماغي تسكت في النهار احلم بيها بالليل احتفازي بالمرارة او احتفازي بالذكره دي جوة دماغي مع تكرارها كل شوية واحكيها لنفسي كل شوية واتفاعل مع مشاعر الالم بتاعتها كل شوية بطريقة زيادة ده بيسجني انا وكأن انا ببقى متخيل في الحقيقة ان انا ساجن اخويا جوايا عشان احفز نفسي كفاية ان انا انتقم منه في اول فرصة تجيلي وتبقى لظروف مهيئة في الحقيقة انا مش ساجنه هو في الحقيقة انا اللي مسجون جوة دماغي انا اللي حابس المرارة جوة قلبي وجوة دماغي ومش عايز اسيب اخويا من دماغي ومش عايز ابطل ايدانة لي ومش عايز اخفر له زي ما ربنا بيخفر لي وده اللي بيوجعني ها انا المسجون الحقيقي في الموقف ده في الحقيقة هو انا مش اخويا اخويا ممكن يكون دايقني او الانسان اللي بيقزيني ممكن يكون ازاني وفقه راح تاب وممكن يكون كمان راح السماء وممكن يكون خلاص بقى في الفردوس دلوقتي لكن انا اللي متعطل انا اللي موجوع انا اللي حابس نفسي في المرارة وعشان كده هنا فيه قرار ارادي محتاجي يتاخد والقرار هنا هو قرار بالاطلاق قرار بالاطلاق يعني خلاص هفوتها بمزاجي زي ما ربنا بيخفر لي انا هخفر له هطلقه من دماغي هطلقه من قلبي مش هفضل ماسك في دماغي بالافكار بتاعة الاذاء ليل ونهار خلي بالكم ان احنا مش بننسى طبعا الانسان زهنه بيقدر يحتفظ بكمية معلومات وكمية ذكريات غير طبيعية فاحنا مش هننسى الموضوع لكن مش هنفكر نفسنا بيه كل شوية ولما ييجي على بالي انا هخليه روح من دماغي ومع الوقت ومع نعمة الغفران لما هتنسكب جوه قلبي هبدأ بقى بفتكر الاحداث لكن مش متقلم ليها هبدأ بقى بفتكر الاذاء اللي حصلت لكن مش موجوع لها بنفس الوجع بتاع زمان لان ببساطة الله سكب جوايا نعمة الغفران بس انا محتاج الاول اعمل الخطوات اللي عليها واحد التحنن اتنين الاطلاق والاطلاق هنا معناه ان انا مش هفضل اكتر في الاذاء وهفضل اكتر في افكار المرارة وهفضل ممسك بزميلي عايز اسجنه وعايز ااخد حق منه ومش هسيبك وهفضل افكرك باللي انت عملته كل شوية ومهما عملت لا يمكن اسامحك على اللي انت قلته واللي انت عملته فيه انا لا يمكن انسالك اللي انت قلته وكأني ماسك في عونكه زي المثل اللي احنا قرناه مع بعض ما عنديش اي استعداد ان انا اطلقه لو انا غفرت لو انا اطلقت اخويا من دماغي ومن قلبي وسمحته في الحقيقة انا اللي هنطلق في الحقيقة انا اللي هاخد حريتي لان زي ما قولنا انا اللي مسجون انا اللي موجوع انا اللي متمرر انا اللي زي ما قولنا بقى نتائج عنام الغفران انا اللي هتوجع جسديا ونفسيا وروحيا وانا اللي هتعطل فاطلاقي هنا للأفكار بتاعة المرارة هو اطلاق لي انا شخصيا أنا اللي أنا اللي هاخد حريتي أنا اللي هرتاح أنا المستفيد الأول من الغفران في الحقيقة ولا ربنا هيستفيد حاجة ولا أخوي هيستفيد حاجة أنا اللي هستفيد لما هخفر لأن أنا اللي هحصل على الراحة لأن عدم الغفران هو هو اللي متعب لي أنا شخصيا الخطوة اللي هي رقم ثلاثة قبل ما أدخل على عدم المطالبة بالدين اللي هي رقم ثلاثة بفتكر في الإطلاق هنا المزمور لما بيقول أخرج من الحبس نفسي يعني لما داود هنا كان شاول بيجري وراه والزيفيين بيجري وراه وكان بيتعرض لخيانات وكان بيتعرض لمواقف كتيرة جدا أنه بعد ما خدم شاول شاول بيجري وراه مصر أنه هو يقتل وتعرض لداود لحاجات كتيرة خالص خالص طول حياته يعني فكان ممكن يتمرر كان ممكن قلبه يشيل لكن هو قلبه كان نقي جدا طول العمر في الحقيقة وعشان كده الكتاب قال عنه الله نفسه شهد له وقال وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي ليه لأنه ما كانش بيحتفظ بالمرارة جواه وكان يصلي ويطلب من ربنا بدموع يا رب أخرج من الحبس نفسي لأن أنا لو اتمررت ولو اتضيقت من الأعداء اللي بيحاولوا يقضوا علي وعلى حياتي أنا اللي هبقى تعبان وأنا اللي هبقى محبوس جوه سجن المرارة وسجن الأفكار المتعبة دي فأنا اللي هبقى متضرر أولا عشان كده رب أنا بطلب منك من فضلك أخرج من الحبس نفسي فدي ممكن تبقى آية حلوة من المزمور كتدريب لطيف نستخدمها للناس اللي متعطلة في خطوة الإطلاق أبدأ أكررها كتير وأقول يا رب أخرج من الحبس نفسي علشان أشكر اسمك يا رب اديني يا رب من فعلا أن أنا أخفر لأخويا زي ما أنت بتخفر لي مش عايز أفضل ماسك في الأفكار اللي وجعاني علشان الأفكار دي هتحبسني أنا من فضلك فكني فكني اقترب إلى نفسي وفكها ودي آية تانية ممكن برضو نصل بيها من المزامير يبقى أول خطوة خطوة التحنن الخطوة التانية خطوة الإطلاق والخطوة التالتة هي خطوة عدم المطالبة بالدين عدم المطالبة بالدين هنا يعني أنا مش هنتقم لي النقمة أنا أجازي يقول للرب أنا مش هدين لأن بالكيلة اللي تكلونا به يكال لكم لا تدينوا لكي لا تدانوا فعدم المطالبة بالدين هنا معناها أن أنا بتنازل بمزاجي وبقراري الإراضي عن حقي وبتنازل عن وجعي وأقول يا رب أنت اللي مسؤول عن وجعي أنت اللي الطيب خطري بتنازل يا رب عن الإساءة دي وبمسح فيك أنت يا رب وإنت اللي فعلا شلت خطيتنا كلها وخطيتنا كلنا وشلت خطيتي أنا كمان فزي ما أنت يا رب بتستحملني أنا كمان هحتمله وخلي بالك أنا مش هحتمل أخويا من عندي فضلا لكن أنا هحتمل أخويا زي ما المسيح احتملني أنا هخفر الأخويا ومش هطلبه بالدين ومش هنتقم منه زي ما الله قرر إنه هو مش هينتقم مني وقرر إنه هو هيغفر لي وقرر إنه هو هيديني من حبه ومن غفرانه بلا حدود وبالتالي الغفران المحدود اللي انا هقدمه لاخويا هو جاي من الغفران الغير محدود لله الدهوني وبالتالي قرار عدم المطالبة بالدين هنا هو مش قرار يعني وهمي انا هقوم بيه ولا عمل فظيع يعني هو مجرد ان انا بقدم احسان لاخويا من الاحسانات الكتيرة اللي الله بينعم بيها علي خطوة عدم المطالبة بالدين اساسها واساس الغفران كله بقى في الخطوة دي ان انا برحم العبد رفيقي كما رحمت من الله ان انا بسيب له الدين اللي عليه لان الدين ده هو جزء صغير من ديوني لله دي الخطوة الثالثة اللي هي عدم المطالبة بالدين يبقى رقم واحد انا بتحنن ولو مش قادر اتحنن انا بطلب من الله واقول له اسكب يا رب حب في قلبي عشان اعرف احب الناس اللي بتدايقني الخطوة التانية هي خطوة الاطلاق وانا بقول له يا رب انا بطلق بقرار ارادي المرارة من جوايا وبطلق اخويا اللي ازاني وانت يا رب اللي تديني النعمة دي وانت يا رب اللي تديني هذا الاطلاق لاخويا وانت اللي تسكب جوه قلبي سلام وانت اللي تغنيني وانت اللي تريحني لان انا مش همسك في حد ومش هفضل قاعد ماسك في العبد رفيق والخطوة التالتة اللي هي عدم المطالبة بالدين انا هرحم يا رب زي ما انت كمان رحمتني انا هخفر زي ما انت غفرتلي في الحقيقة لما باخد التالت خطوات دول انا اللي برتاح اول ما قلبي بيطلع حب وتحنن وكأني كسرت جدار القصوة اللي كان موجود على قلبي بسبب وجود المرارة جواها وبسبب الغليان جواها تخيل قلب بيحاول يتحنن على الشخص المؤذي يبقى هنا انا كسرت كل قصوة جواها كسرت كل مرارة جواها لان ما فيش الحكتين دول ما يتجمعوش مع بعض ما ينفعش المرارة تتجمع مع الحب ما ينفعش التحنن يبقى موجود مع القصوة ما ينفعش المرارة والغليان والغيز يبقى موجود في القلب اللي بيطلع حب ومليان بالسلام ومليان بالحنية ناحية الاخرين مش هيركبوا مع بعض فوكأن اتجاه قلبي زي ما قلنا يبياخد اتجاه التحنن يبياخد اتجاه القصوة يبياخد اتجاه الحب يبياخد اتجاه الكراهية فانا قلبي شكله ايه؟ وصية الغفران هي الصالح قلبي في الحقيقة بمجرد ما اني اعمل التلات خطوات ان انا اتحنن انا بخلص من المرارة بمجرد ان انا اكرر ان انا مش هطالب اللي قدامي بالدين عدم المطالبة والاطلاق فعل الاطلاق اللي انا باخده وكأنه قرار ارادي يحميني من ان انا ارجع اتقصى مرة تانية لان انا اتنازلت عن حقي عدم المطالبة بالدين وكأنه الشكل العملي لوسية الغفران ان انا فعلا متنازل عن الاساءة ومتنازل عن كرمتي ومتنازل عن الموقف اللي حصل لكن حريص ان المحبة تفضل موجودة جوايا ناحية اخوية وده اللي بيحفظ قلبي في حالة من السلام وحالة من الحب وحالة من الراحة بدل التعب النفسي والروحي اللي انا كنت وصله التلات خطوات انا بعيد وزيد فيهم عشان ما ننساهمش واحد التحنن اتنين الاطلاق تلاتة عدم المطالبة بالدين وكأن كل خطوة من دول انا محتاجة اكتبها قدامي واشوف ايه اللي معطلني عنها واخد قرار ارادي ان انا اعملها وكمان اصلي علشانها علشان تبدأ النعمة تشتغل جواي فنكمل المثل فلما رأى العبيد رفقائه مكان حزنوا جدا وقاتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى فحين ازن دعاه سيده وقال له ايها العبد الشرير الله بيشوفني شخص شرير وشخص اناني جدا لما مش بخفر لاخوي الله بيشوفني ابن حقيقي لما يكون طبيعتي زي طبيعتي لما كون استفدت من وجود الله وسكناه جوه قلبي لكن لو انا رفضت التحنن انا بتقصى والقصوة ضد طبيعة الله فوكأن الله هنا يرجع يعملني كعبد بدل ما انا كنت ابن وبدل ما الله خلصني ولبسني توب البر بتاعه وحط الروح الكدس جوه قلبي عشان اطلع حب وغفران وتحنن ناحية الاخرين انا هنا قراري بعدم الغفران وكأني بتخلى عن خلاص الله لي وكأني بتخلى عن غفرانه لي وكأني بتخلى عن كل العطايا اللي هو الدهاني وباتخذ طريق تاني هو طريق ابليس اللي في قصوة اللي في غيرة اللي في حسد اللي في زات وانانية اللي في كل الصفات اللي ضد الطبيعة الالهية اللي مليانة حب وسلام وفرح وكل الصفات البهية اللي الله بيلبسها للانسان بطوب البر اللي بيدهوله باتحاده بيسوع المسيح في العهد الجديد كل الطبيعة الالهية الجميلة اللي الله بيدهاني أو الصفات الالهية عشان ما نخش في فكرة الانسان والتقليه خلينا اقول لفظ ما يوجعش وذن الناس و يبتسمعني الصفات الالهية أو الصفات والعطايا والنعم والفضائل وثمر الروح الكدس اللي الله بيديها للانسان في العهد الجديد هي ضد المرارة وضد القصوة وعشان كده بدأ هنا السيد يكلم العبد أو يكلمني ويقول لي أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت لي أنت بس طلبت مني فنسبت لك كل الدين اللي كان عليك وخلصتك أفاما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وهنا الله بيحط الأساس بتاع الغفران زي ما قلنا بشكل واضح ومعلن أنت بترحم زي ما أنا رحمتك أنت مش بترحم من عندك أنت بتاخد مني نعمة تقدمها للآخرين تاخد مني حب تقدمه للآخرين أنا عارف أن أنت ده مش موجود عندك تعالوا نعمل الجزء اللي فات بقى بشكل شخصي وبشكل تطبيقي عايزك تطبق الثلاث خطوات على الشخص اللي أنت عايز تغفره احنا قلنا في الخطوة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات أو اللي قبل اللي فات كنا حطين جرد بالإساءات وجرد بأسماء الأشخاص اللي أزونا في حياتنا أو الشخص اللي أزاني واللي أنا محتاج أخفره عايز أبدأ أطبق بقى الثلاث خطوات دول خطوة التحمل خطوة الإطلاق والحرية خطوة عدم المطالبة بالدين إزاي حققها بشكل عملي وبشكل أحطه في دماغي وأكتبه قدامي على الورقة في كل موقف أنا تأزيت فيه ومع كل شخص أزاني أساس الغفران زي ما قلنا إن أنا برحم زي ما ربنا رحمني ده معناه ثلاث نقط مهمين أو يركز معايا فيهم علشان ده بيرد على أسئلة كتير أنا عارف إن أنا هلاقيها في الكومنتات دلوقتي أول ما أبدأ أرد على الأسئلة في الربع ساعة الأخيرة بتاعتنا أنا هخفر لأخويا زي ما ربنا رحمني رقم واحد مش عشان هو يستحق إن أنا سامحه ولا لأ طب ما أنا كمان مكنتش يستحق إن ربنا يسامحني لكن الله هو من فارط حبه وحنانه سامحني إذن الغفران مش متوقف عن على استحقاق الشخص اللي قدامي للمسامحة أولا اتنين مش لأنه وعدني بعدم تكرار الإساءة أو ما وعدنيش أنا القصة مش قصة إيه أصل هو لسه ما حسش باللي هو عمله أصل هو لسه ما عمش أنا شجعك ممكن اللي قدامك لو مش فاهم اللي أنت بتعمله معاه ممكن تاخد موقف ما ترميش محبتك على الأرض وخلاص أنا مدرك ده كويس بس زي ما قلنا المرة اللي فاتت من المرة اللي قبلها إن فيه فرق كبير ما بين الغفران اللي لازم نعمله اللي هو اتجاه قلبي الداخلي ناحية الآخر وفيه فرق ما بين ما بعد الغفران إيه هو الموقف المثال اللي أنا هاخده هيبقى عتاب ولا تجنب ولا حدود ولا استرداد للعلاقة ولا إيه بالزبط ده قصة تانية لكن احنا بنتكلم على الغفران الداخلي والغفران الداخلي زي ما قلنا واحد مش متوقف على ندى استحقاق الشخص اللي أزاني اتنين مش متوقف على فهمه إنه أزاني ولا ما أزانيش أو وعدني إنه يكرر الإساءة تاني أو ما وعدنيش أنا هخفر في كل الأحوال عشان أنطقي قلبي أنا داخليا ورقم ثلاثة كمان إن الغفران أنا بخفر لأخويا زي ما ربنا غفر لي برحمه زي ما ربنا رحم لي والكتاب في كلوسي بولوس رسول بيقول في رسالته لأهل كلوسي بيقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا إذن الغفران وكأن لو حبينا نحط بقى تعريف بسيط لي كده يوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه ويلخصه هو إرادة بتنحاز للتصرف بوعي مسيحي وفهم وتمتع بغفران الله عشان أقدر أخلي قلبي يصرف شكات غفران بسخاء لكل شخص يجي يعتدي علي يعني وكأني كل ما أنا بخفر وكأني باخد وبسحب من غفران الله لي وكأني بسحب على المكشوف كده من رصيد الغفران الغير محدود لله بيخفره لي بسحب منه رصيد ودي شكات بكميات صغيرة كده من الرصيد الكبير اللي عندي جوايا بدي منه للآخرين وعشان كده زي ما قلنا الغفران هو اتجاه قلبي داخلي قلب مستمتع بغفران الله ليا لخطيتي وغفران الله ليا بيرمي جوايا حب ويرمي جوايا تحنن وكل ما بستمتع بغفران الله ليا وقدر محبة ربنا ليا وعمل الخلاص ليا ده بيخلي قلبي بشكل طبيعي عنده استعداد دائم للحب وعنده استعداد دائم للغفران للآخرين ده اللي يبدأ يفسر لنا ليه واحد زي الشهيد استفانوس اول شهيد في المسيحية فاول مشهد يعني اول تلميذ بيرجم وبيستشهد بعد ايامة المسيح وبعد صعوده للسماء وبعد ما التلميذ والرسل اخدوا الرسالة ان هم يبدأوا هم كمان يبشروا اول ما اتعمل فيه زي ما اتعمل في المسيح عمل زي ما المسيح عمل بالذات المسيح وهو على الصليب قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون نفس الكلام فجئنا ان الشهيد استفانوس بيقولوا يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة جبت منين يا شهيد استفانوس جبت منين هذا الغفران جبت منين هذا الحب جبت منين هذا الفعل العجيب اللي ما يستوعبوش العقل البشري جابوا من محبة ربنا المفعمة جواه جدا جدا اللي خلته اساسا يسيد كل حاجة ويبقى عمال بيبشر اللي خلته يبقى مش منتبه لاي خطورة بتقابله قدام محبته الشديدة والتحنن الشديد اللي جواه ناحية كل حد ما يعرفش المسيح نفسه يعرف المسيح ونفسه ياخده للسماء حتى لو انا هدفع حياتي تمن لفعل الكرازة والفعل التبشير والحب اللي جواهي ناحيتهم انا ما عنديش مشكلة خالص وعشان كده زي ما قلنا الفعل هنا هو مش فعل بشري في الحقيقة الغفران هو نعمة بتنسكب من الله جوه القلب وتدي القدرة على التحنن للاخرين عشان كده كلنا لما بنقف عاجزين عن تنفيذ وسيط الغفران ما بيبقاش قدامنا غير ان احنا نطلب بلاجاجة من الله يا رب اسكو بنت حبك في قلوبنا زي ما كتاب قال لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح الكدس المعطى لنا انا بعيش في الحياة وانا عندي استعداد مصبك للغفران لأي حد هيسيق لي وعشان كده احنا بنعلم ولادنا بنقول دايما علم ابنك يقول الله يسمحك اه احنا مش بنعلم ولادنا الضعف احنا بنعلم ولادنا ان هو يكون عنده استعداد ان هو يقدر ياخد حقه وممكن نقويه وممكن نخليه العب رياضة كمان علشان ما يبقاش ضعيف وممكن نشتغل على تقويته نفسيا وروحيا طول الوقت ان هو مش بيتنازل عن حقه بنوع من الضعف لا يمسك ايد اللي بيدربه ويقوله على فكرة انا اقدر اديك بالبوكس لكن انا مش هديك لان انا قلبي بيحبك انا اقدر اردلك الاساءة باساءة لكن انا بسمحك بمزاجي من اجل محبة المسيح لها اللي انا المفروض برضو احبها لك الاستعداد المصبك للغفران هو الاتجاه الداخلي المحب وهو ده الاتجاه بتاع القلب اللحمي اللي موجود في العهد الجديد وهو ده القلب النقي اللي بيعيش في سلام وهدوء نجي نشوف القلب بقى اللي مش بيغفر بيحصل ايه وغضب سيده في المثل وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان عليه اه لو انا ما غفرتش لاخويا انا بقى اسلم للمعذبين اللي يفضلوا يعذبوا فيها ليل ونهار وما بقاش في حالة راحة وما بقاش في اي نوع من انواع السلام لغاية مرد كل اللي كان عليه وكأن هنا الله بيسلمني لنفسي بقى بيسلمني الاشواك عدم الغفران بيسلمني للاشواك بتاعة المرارة بيسلمني لعدم النتائج الطبيعية لعدم الغفران الله خلقني قلبي نقي الله خلقني في حالة انسجام كيان الانسان بتاعي كله في حالة انسجام مع بعض وعقلي ونفسي وجسدي وروحي يشتغله مع بعض في حالة هدوء الجهاز العصبي بتاعنا يا جماعة بتاعنا نفسه بيتعب وبينهار لما بيكون في القلب في مرارة وعشان كده زي بقولنا في المرة اللي فاتت بندخل في نتائج الشديدة بقى العدم الغفران أبدأ جسمي نفسه يقوم علي أبدأ ألاقي نفسي مش عارف أنام بالليل فعلا بأسلم للمعذبين والمعذبين دول هما في الحقيقة العذاب الداخلي اللي أنا بعيش فيه لأن أنا مش مخلوق للقصوة أنا مش مخلوق لعدم الغفران أنا مش مخلوق أعرف أعيش مع المرارة أنا مش برتاح كياني كله مش بيهدى إلا لما يكون في حالة غفران وحالة هدوء عشان كده برضو الكتاب يقول فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته لما أنا بغفر الزلات لأخويا الله كمان بيغفر لي زلاتي لما أنا بترك الدين بتاع أخويا لي الله بيترك الدين اللي علي أنا كمان لي ربنا بيعملني بالطريقة اللي أنا بعامل أخويا بيها بالكيلة اللذي تكلون بهم يكال لكم طب يا رب أنا مش قادر أعمل ده يرجع ربنا يقول وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم الله هو اللي بيعمل ده جوه قلوبنا مش بشطرتنا إحنا فقط علينا إن إحنا ناخد الكرار وهنا يبدأ بقى تتضح الصورة قدامنا أنا خلاص هختم بالنقطة دي وأبدأ أخد الأسئلة بتاعتكم هنا يبدأ الميكانيزم بتاع الغفران يوضح قدامنا الميكانيزم القديم بتاع تكوين الجروح كان إن أنا بتجرح أحس بالألم الألم يكون جوايا غيز وغضب والغيز والغضب يعملوا جوايا نوع من المرارة وأبدأ أخد بقى رد فعل يا إما انتقم يا إما أكبت مشاعري يا إما أفضل أرسي على نفسي وادخل في مشاعر اكتئاب يا إما أكرر إن أنا أخفر ميكانيزم الغفران بقى بيغير المنظومة دي خالص بيخليني بعد ما خدت الجرح وحسيت بالألم وجالي نوع من مشاعر الغيز أو الغضب أبدأ أتعامل مع مشاعر دي بطريقة تانية وأخد الثلاث خطوات اللي إحنا قلناهم واحد أتحنن اتنين أكرر الإطلاق فعل الإطلاق بطلق أخويا من سجن أفكاري ومن سجن زهني ونمرى ثلاثة بكرر بعدم المطالبة يعني برحم زي ما ربنا رحمني وفي الحالة دي ربنا بيديني القلب الجديد الثلاث خطوات التانيين للغفران إحنا قلنا الثلاث خطوات اللي أنا محتاج أعملهم اللي هو التحنن والإطلاق التحنن والإطلاق وعدم المطالبة بالدين فيه ثلاث خطوات تانين مهمين خالص هنتكلم فيهم المرة الجاية في الجزء الرابع اللي هو بقى أحط مشاعري إزاي اللي تواجعت ومشاعري اللي تقلمت جدا أتعامل معاها إزاي وإزاي أحصل على نعمة الغفران ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية في الجزء الرابع من الموضوع بتاع الغفران عشان نبقى خدناه بالتفصيل ودلوقتي قبل ما أقفل معاكم هناخد في العشر دقايق الأخيرة دي الأسئلة بتاعتكم والكومنتات اللي انتو حطينها على الفيديو أنا بس بفتحها هنا من على اللاب عشان على الموبايل بيبقى خطها صغير فثانية واحدة أنا هعمل كده وهفتح الفيديو من هنا أفتح الكومنتات كده أعتقد وبعدين نكبر الشاشة كده اللي منكم عايز يسأل سؤال أو حابب يحط الكومنت بتاعه أنا برحب بالتفاعل معاكم جدا جدا فخلينا حد بيسأل مارينا بتقول إيه الإحساس اللي بيكون جوايا لما بسامح حد إحساس بالراحة إحساس بالسلام إحساس بالهدوء إحساس بإن أنا كياني رجعلي بس ترد نفسي مرة تانية وعايزيني كنتي لما تغفري وتسامحي تبدأي تشاركين أنت كمان بالإحساس بتاعك يا مارينا شكرا لسؤالك رفقة بتقول الحقيقي أشكرك جدا أنا اللي بشكرك يا أستاذة رفقة أن أنت معانا ومشاركة معانا مش عارف إيه نوسا شكري بتقول بجد بحب كلام حضرتك جدا بيريحني أنا بشكرك طبعا على تشجيعك بس أحب أقول أن الكلام المريح هو كلام الله وإحنا بنتكلم بالذات محاضرة الغفران زي ما قلنا لها أساس كتابي وأساس روحي واضح فهو ربنا اللي وصيته مريحة فعلا وهي اللي بتريحنا في الحقيقة إيفا بتقول الله يعوضك ويبرك فيك ويحافظ عليك اللهم حبه شكرا يا أستاذة إيفا سونة بتقول ربنا يبرك بخدمتك أحلى كلام كتر خيرك الله يبركك طبعا أنا مش هقرأ بقى الحاجات الشكري دي تاني أنا أخش على لو في أسئلة آه نانسي بتقول تمام بس الغفران ده ليه وقت وبيخلص والإساءة لسه موجودة إيه العمل نحن قلنا منت كده وكانك بتسألي نفس السؤال اللي بطرس الرسول سأله للمسيح وارجعي للفيديو بتاع الغفران الجزء التاني لما بطرس بيسأل المسيح وبيقول يا رب أخفر لأخويا كم مرة فسبع مرات فقلنا لأ ده هيبقى سبعين مرة سبع مرات وارجعي للفيديو بتاع المرة اللي فاتت هتلاقي فيه إجابة سؤالك اللي هو الغفران الجزء التاني هتلاقيه في اللايف اللي موجود في الفيديوهات اللايف اللي موجودة على الصفح حد تاني بيقول إلهام بتقول أعتقد أن الغفران مش معناه المصالحة وخاصة لو علاقة مؤذية أنت عندك حق قد يكون معناه المصالحة وقد يكون المصالحة مناسبة مع مواقف ومش مناسبة مع مواقف تانية بس مش هنعرف نكرر التصرف المناسب اللي هنعمله إلا لما نخفر الأول الغفران هو تصفية للقلب داخليا عشان أنا أفوق وروق وأشعر بالسلام وعنايا تبدأ تشوف التصرف الحكيم المطلوب إيه ده هنفكر فيه بعد ما نخفر وزي ما حضرتك قلت قد يكون بقى التجنب هو الرد الفعل المثالي قد يكون العتاب واسترداد العلاقة قد يكون استمرار العلاقة مع حدود صحية للعلاقة وده اللي انت بنفسك هتعرفيه بس بعد ما اخفر عشان الرؤية توضح حد بيقول صعب خاصة لو فيه أزية ممكن لا أنتقم لكن إحساس المرارة لا يزول أنا مقدر مشاعر حضرتك طبعا أن ساعات إحساس المرارة بيبقى صعب وساعات الأزية المستمرة بتبقى صعبة جدا وإحنا قلنا فعلا الغفران ما هواش سهل لكن الله هو اللي بيدي نعمته وده هنتكلم عنه بالتفصيل المرة الجاية في الثلاث خطوات الآخرين المكملين للثلاث خطوات اللي احنا قلناه من نهارة سونيا بتقول حضرتك كده بتتكلم عن التسامح لكن الغفران شيء مختلف تماما وأصعب كتير المسامحة هي الغفران يا أستاذة سونيا يعني يمكن ساعات يحصل التباس في الألفاظ المسامحة هي الغفران أنا بسامح أخويا أنا بخفر له ده تنقية قلبي لكن زي ما قلنا الحدود أو الموقف أو التصرف اللي هيحصل بعد كده أنا مش أقرر ده كتير لأني قلته في كتير المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها وبشجع اللي كاتبيني الكومنت ده بصور مختلفة يرجعوا للغفران جزء أول والغفران جزء تاني اللي موجود في اللايفز بتاعة الإسبوع اللي فاتت إزاي أنسى أو أتعلم لما أفتكر الأحداث بعد الغفران ما تكونش مصحوبة بالمرارة ده سؤال حلو فيه بي أنسي بتسأله وخلينا أقولك فيه بإجابة سؤالك بشكل مباشر هتبقى موجودة في الثلاث خطوات التانيين اللي هنشرحهم الإسبوع الجاي في الجزء الرابع من الغفران إزاي أتعامل مع المشاعر بقى المتقلمة يعني ماما سمورة بتقول الكلام رائع لكن الحقيقة لما تكون فيه تراكمات من الأزية والعنف وشخصية نرجسية للأسف الغفران بيبقى صعب جدا أنا مقدر مشاعر حضرتك وإذا كان فيه علاقة فعلا مع شخصية نرجسية أو فيه شخصية نرجسية من النوع اللي بتأذيني باستمرار يعني ده اللي هي تقصده وده معنا أن أنا بتعرض للإزاء بشكل مستمر فعشان كده بحتاج فعلا للغفران وبشكل مستمر عشان كده زي ما قلنا الغفران هو مش غفران مرة مش غفران موقف مش غفران تجاه شخص واحد الغفران هو اتجاه دائم للقلب تجاه الحياة كلها وتجاه كل الإزاءات سواء من شخص واحد أو من أشخاص متنوعين مش سهلة؟ آه مش سهلة الكلام رائع آه رائع لكن الله هو اللي بدي نعمة ما تقلقيش وهنا نتكلم عن ده في التفصيل بالتفصيل برضو في المرة اللي جاية هنقول الثلاث خطوات الأخيرة للغفران المكملين للثلاث خطوات بتوع النهاردة وهنتكلم كمان عن فكرة مستشفى الصليب إزاي بتساعدنا أن احنا نتشفي من الأوجاع ومن الجراحات بتاعي إزاي نخفر لشخص نرجيسي إزا كان الإزاء النفسي مستمر للسنين ووصلنا لمرحلة الإنهاك النفسي الشديد بنخفر بالخطوات اللي احنا قلناها النهاردة واللي هنكملها المرة اللي جاية لكن النصيحة الدائمة مع الأشخاص النرجيسيين إن احنا بنحاول نعمل حدود قوية جدا مع العلاقة وإزا كان يمكن ترك العلاقة أو تجنب الشخص النرجيسي تماما هيكون لصالح خلاصك ولصالح سلامك النفسي لو خسرت سنين من عمري من الإساءة وأنا سمحت كيف أرجع الخسارة؟ خلينا نعترف إن في بعض الخسائر مش بتسترد في الحقيقة يعني ساعات في حاجات الله بيسمح بيها مش بتتردلنا مرة تانية وعشان كده إحنا محتاجين هنا يبقى عنين على المكافآت الأبدية أكتر من المكافآت الأرضية تعويض الخسارة فوق مش تعويض الخسارة النهاردة وإحنا تحت البعد بتاع التعويض ساعات يحصل وإحنا موجودين على الأرض وده استثناء في الحقيقة لكن التعويض الأكيد اللي إحنا هناخده عن الخسارة اللي إحنا تكبدناها أو الإزاء اللي إحنا شلناه هيبقى أكليل في الأبدية بشكل أكيد ونهائي وإحنا مش هنقدر نفصل وإحنا بنتكلم بأساس روحي مش هنقدر نفصل حياتنا الأبدية عن حياتنا الأرضية ونتمسك بالأرضيات بس لازم هنبقى مسكين في الحاجات الأبدية جنب الحاجات الأرضية نيرمين بتقول خصوصا لو الشخص الأزاني رافض حوار محبة أو أي محاولة للتفاهم أو العتاب ما إحنا قلنا وردنا على السؤال ده أن الموضوع مش متوقف على الآخر الغفران مش بيتوقف على الآخر ومدى استحقاقه أو مدى استعداده أو مدى فهمه أنه أزاني أو ما أزانيش أو مدى استعداده للحوار أو العتاب الغفران مش متوقف على ده كله الغفران داخلي جوايا لصالحي حد كاتب لنا تشجيع لطيف أن اللي بيسامح بجد بيكون فرحان واللي بتسامح بتكون موجودة في ملامحه دايما فعلا القلب النقي بيخلي الوجه طلقا حد بيسأل شيري بتقول الشفى الأول من الجرح ولا الغفران الأول كده شيري سبقتنا بخطوة ودخل الدين على الغفران جزء الرابع لا الشفى الأول من الجرح قبل الغفران ده الترتيب المنطقي وده اللي احنا هنكلم عنه المرة الجاية في جزء الرابع بنعمة المسيح فيولا بتقول الغفران مش شرط لرجوع العلاقات زي الأول لا الغفران شرط لقيا أنا عشان أنا أرتاح وفكرة الرجوع للعلاقة زي الأول أو لأ ده اختيارك أنت بعد ما ربنا يديك حكمة ويفتح عينيك بعد الغفران ميرنا صبحي بتقول بحب ترنيمة بخفر يا ربي لأستاذ برسوم شكرا يا ميرنا انت فكرتين بالترنيمة أنا مشجعكم نسمعها ترنيمة مشجعة خالص نصلي بيها عشان ربنا يدينا نعمة الغفران اسمها بخفر يا ربي للي خلوني حزين هتلاقوها على الصفحة وهتلاقوها موجودة برضو على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود هتلاقوها موجودة في كل حد عايزة أسامح عايزة بتقول عايزة سامح بس اللي أساء يعرف ويعترف انه غلت أصلا لأ ده مش الموقف ده مش صح طبعا ما ياريت ياريت اللي الأزاني يعرف انه غلت بس زي ما قلنا الغفران مش مرتبط بموقف الشخص الآخر خلونا يا جماعة نفرق دي معضلة كبيرة واضح ان هو ده اللابس الأساسي اللي بيخلي الناس ما تخفرش الغفران هو اتجاه قلب داخلي لازم يحصل عشان أصفي علاقتي أنا داخليا بلا لكن التصرف المناسب الحكيم اللي هعمله مع الآخر بعد ما نخفر ده ممكن يكون فعلا مش مش هسترد العلاقة مرة تانية ومش هرجع العلاقة مرة تانية في بعض الأحيان مطلوب نعمل كده إلا لما الشخص اللي قدامي يعترف بغلطه عشان ما يكررش الإساءة مرة تانية من حقك تعملي كده آآ في بعض المواقف بس ده بقى تشوفيه مع قبعة رافق وتشوفيه مع المشير اللي انت بتتكلمي معاه آآ ميرو بتقول زي تخلص من شعور الخوف من الله دي حاجة مخلياني شايفة ان ربنا هينطقم وهيعاقبني على الفترة اللي ما كنتش قادرة يكون معاه فيها محاولات كتير ان اكون مع ربنا وفشلت ومع الاسف كل مرة كانت بتكون حياة مع ربنا ظاهرية قرب توصل اليأس ده ان ما كنتش وصلت له آآ يا استاذ ميرو آآ انا بشكرك على مشاركتك طبعا اللي انت كتبتيها وانا مقدر خوفك من الله احيانا كتير بنخاف من الله بسبب تفسيرنا الخاطئ للامور وبسبب آآ عدم فهمنا آآ الحقيقي لي وبسبب الصور المشوهة اللي موجودة جوانا ناحية ربنا وغالبا بتيجي من آآ يعني ساعات كتير التربية في بيت يبقى فيه اب او ام بيتعاملوا معانا بقصوة او بعدم حب او بعدم رحمة او بنوع من التخويف الزايد عن اللزوم او بنوع من القصوة بيخلينا فعلا نبقى شايفين ربنا بطريقة آآ غلط وما نبقاش فاهمين تعاملاته معانا وانه هينطقم وهيعاقب واواوا انا مقدر مشاعرك بس بدعوك ان انت لو عايزة تحل الازمة دي اسمعي محاضرة الصور المشوهة عن الله ممكن تعملي سرش على اليوتيوب هتلاقيها بتطلع وممكن تكتبي كمان حضن الله الابوي هتلاقي عندي على اليوتيوب عندي على الاندي بشكل شخصي هتلاقي فيها اربع اجزاء بيتكلموا عن حضن الله الابوي وازاي نسترد علاقتنا به وهو شايفنا ازاي واحنا المفروض نشوفه ازاي وده يمكن يبقى مساهمة بسيطة بنعمة المسيح لاسترداد علاقتك به مرة تاني. عمال بدور على الكومنتات حد حد بيسأل بيقول بس يحق بيحق لينا توضيح القواعد اللي تحافظ على العلاقة يعني تنبيه الشخص كيفية التعامل لتجانب الاساء انا بقيدك في اللي انت بتقوله ومحتاجين فعلا نعمل كده حد بيسأل بيقول انا سمعت اننا مش عارفين نخفر لاننا مش مستمتعين بغفران الله لنا صح ايوة صح وعشان تفهم الجزئية دي اكتر انت محتاج ترجع للغفران الجزء الاول هتلاقي فيه التوضيح للجزئية دي اكتر واكتر دينا بتقول العلاقات في حياتنا بتبقى فعلا علاقات متعبة انا عارف ده جدا اه لكن زي ما قلنا الغفران لازم في كل الاحوال علشان رحيتنا احنا الداخلية اه ميري جمال بتقول لو الازى مستمر ازاي نخفر اه هتلاقي في فيديو في الفيديوهات بتاع تسألني سؤال فيه السؤال ده وفيه الاجابة بتاعتها والعنوان بتاعه كده اه ازاي اخفر والازى لسه مستمر اه اعتقد كده انا جوبت تقريبا على اغلب الاسئلة ازا كنت انا عرفت اوصل لكل الاسئلة بشكل سليم اللي موجودة في الكومنتات بشكركم وبنتفق على تدريب اللي هنعمله لغاية الاسبوع اللي جاي المرة الجاي هناخد الغفران الجزء الرابع اللي هناخد فيه التلات خطوات المكملة للتلات خطوات بتوع النهاردة وفي نفس الوقت هنتكلم فيه عن مستشفى الصليب والتدريب اللي هنعمله من هنا لغاية الاسبوع اللي جاي احنا الاسبوع اللي فات خدنا تدريب ان احنا عملنا جرد الازاقات واسماء الاشخاص اللي ازونا وفي نفس الوقت اتكررنا بين رد فعلنا اه 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 اتجاه غفران الله لنا ورد فعلنا مع الناس اللي بتأزينا. الاسبوع ده هيبقى التدريب زي ما قلناه في نص اللايف اه هنطبق الثلاث خطوات خطوة التحنن خطوة الاطلاق خطوة عدم المطالبة بالدين هنطبقها مع الشخص اللي ازاني واشوف ازاي احولها لنوع من الواقع العملي وما منساش ان احنا محتاجين واحنا بنعمل الثلاث خطوات تبقى مصحوبة ابصلة وانا اللي بقول له يا رب اديني ان انا فعلا قلبي يتملي تحنن اديني فعلا يا رب ان انا اكرر واخد قرار بالاطلاق عشان ما افضلش انا محبوس وافضل حابس اخويا في ذهن افكاري وفي نفس الوقت اكرر فعلا عدم المطالبة بالدين وارحم اخويا زي ما انت رحمتني. اه صلولي انا كمان ربنا يديني نعمة الغفران ويديني كلنا نعمة الغفران للناس اللي بتسيق الينا ونتقابل الاسبوع الجاي كل يوم سابت بنتقابل من تسعة لعشرة وهناخد الجزء الاخير من الغفران الجزء الرابع. ربنا معاكم وتسبحوا على خير.